نعرف النساء تبدي الحاجات للتزامات دي طب انت بتتقدموا بشكوى انتوا متقدمين بشكوى عشان تاخدوا بقيت مستحقتكو ولا عايزين تفساخوا العقد لا ما يعني قريدي الشكوى اذا لو ما فيه المستحقات جادة خلال 30 يوم قريدي بيبقى العقدي مخصوص تماما يعني خلال 30 يوم ايوة يعني انتوا متقدمين بشكوى دي عشان تحصلوا على فلوسكو اه مش عشان تفساخوا العقد مع النادي لا بس لو الفلوس ما جاتش في خلال 30 يوم يبقى العادي كده والريدي مخصوص تمام انا فاهم يعني انت قصدي ان خلال 30 يوم دول لو حصل على مستحقات ومفيش اي مشكلة ومحمد عبدالشافي يمكمل مع نادي الزمالك ومفيش اي مشكلة اه تمام ان شاء الله شكرا لمحمد رضا وكيل اللاعب محمد عبدالشافي بصراحة بصراحة يعني اه وانا عصرتها بصراحة انا بقولها منتهى الصراحة مع الاساس ممدوح حباس كنت بقى قبل كده من فترة وانا في الراديو قبل ما انضم لدريم جبت بشير التابعي لنادي الزمالك وفاكرين احمد سعد كان قالولي وحبا في نادي الزمالك بلا اي مقابل بشير كان عايز يرجع والراجل ممدوح حباس وانا عاد معاه قال بشير هياخد كذا رحت رايح لبشير قلت له بشير هتاخد كذا بعدها تاني يوم قال لست موضوع عبدالش قال لا مقلت لاجش كده ده انا قلت ان بشير هياخد كذا كذا لا استاذ ممدوح يعني يقول لي كلمة واحدة عشان الراجل قيب يعني فروح تراح قيل كذا كذا رحت كيه تالت حاجة لا انا مقولش كذا كذا فانا مع احترامي الاستاذ ممدوح حباس والاستاذ عمر الجنيني او اي حد الانسان لابد ان يحترم الكلمة التي يقولها للعب مش عشان انا زي عبدالشافي محترم وشاري النادي فبيجي يقول لي وهو مكسوف يعني مكسوف فيه لعيبة بتتكسف وفيه لعيبة عنها بكحة فيه لعيبة انا عايز كذا مش مواضي الا ما تعمل لي كذا هو ده اللي بيحترم في الزمن اللي احنا فيه ده مش في مجال الكورة في اي حاجة اللي بيبجح واللي قليل ادب واللي عينه بكحة بياخد حقه يعني والمحترم والطايم ما اخدش حقه ولا الاساسا ما يكون وعزة عبدالشافي ايا يا فندم حضرتك انا مليون ومية عناية عبدالشافي مليون ومية حبيبي طب امدي على بياض اه تحاضر انا مش هاري نادي الزمالك اتفضل يا فندم تاني ايه ده ست ومية ده انا قال مليون ومية لو سمحت انا يا عم اعمشافي انا ما اعملها لك بعدين ايه ده ايه ده ايه ده لازم واحد يبقليل ادب لازم واحد يعني لازم واحد ما ييجي يتعاقد ما يحترمش الناس عشان الناس تحترمها تحترموا انا مش فهم انا ما بتكلمش على الوضع ده والله انا بتكلم على الوضع كتيرة جدا كتيرة جدا في مجالات كتيرة جدا اللي بيبجح واللي صوته عالي واللي عايز ياخد حقه بدراعه بقى ياخد حقه دلوقتي واللي محترم والمؤدب ما بياخدش حقه طيب